بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير قلق الله محمد بن عبد الله وعليه وصحبه ومن وله صلى الله عليه وعليه وسلم اهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلكم سنقولة كمبيوتر اداة تقديم محدثكم ابراهيم عبد الحميد من غمر منصور اهمص شكر خاص لكل من ساهم معنا في السلسلة بالترتيب الزمني حسب الاقدمية من الاقدم الاحدث حسين سامي السيد احمد شافيق ندى كنزي عمر زهرة الفردوس صفناص فاروق ايمان ايميل السلسلة فارستير اندرسكور مية اه الف تسعمائة تمانية وتمانين اتياهو دوتكم اه ددوقتي هنتكلم في الحلقة دية عن ازاي تجمع جهاز بتفصيل الممل يعني ازاي تجمع الجهاز خطوة خطوة يعني حاجة مش هتتخيل حاجة خلص كل حاجة هتعملها وهتشوفها بالتفصيل تماما زي ما انت هتواجهها في الواقع عن طريق فلاش عمنا شركة سيسكو موجود على الانترنت وهو موجود في حتات كتير بس طبعا مفوض ما يستخدمش غير للناس اللي بتشتغل في الدورة بتاعت سيسكو ده شكل الكيسة بعد ما اتجمعت كويس انا هجيبه بقى من الاول هقوله اول حاجة بيجيب لي هنا يقول لي ايه وظيفة بقول لي ان بيوفر الكهرباء يعني اللي محتاجه الدوائر الكهربائية المختلفة اللي بتكون الكمبيوتر يعني الكمبيوتر مكون من دوائر الكهربائية كل ده من دوائر محتاجة الكهرباء بفولته معين جهده معين يعني فاللي بتوفر الموضوع ده هو وبينوصله بالكيسة بالكيسة اه اه اتقش ازا بارس بلايت وكيس وده تقول لي حاجة من الحاجات تحت الموجودة اه ماشي لو انا عايز اعمل عليها اف هنا وده اتقل ألف ده اشوف شكله بتفصيل اهو احب ان انا اشوف من الجنب اهو ودي السلوك طلع نحق تانية كمان كمان من فوق من تحت كده كويس فالباوصبلايت بقون ما انا واخده سحبه وحطه كده ده الباوصبلايت عايز احطه بقى فقل بالكيسة بلفه كده وهم منزله يتحط فقل بالكيسة وبعدين هو طبعا بدين تعليمات طول ما انا ماشي ده دوقتي بيقول لي ايه احط السكروز اللي هي المسامين احط المسامين بعد كده بركب المسامين كده كده هنكبت الباوصبلاي خلاص بقول لي هنو كيه همشي معا انا خطوة اللي هي خطوة المازهربورد دي المازهربورد قدامي بحط المازهربورد على الترابيزة اللي انا شغال عليها كويس بعد كده ببدأ بقيما بركب البروسيسور بقى اللي عملنا قبل كده جمع جهازك بنفسه. ده الفيديو ده يعني تفصيل اكتر للفيديو اللي فات. الرجل اللي فات كنا مفرد على رجل امريكاني واشغال المراض بقى احنا بنعمل بقديم. لو لاحظت هتلاقي هناو في سهم صغير كده موجود في عتا ده. سهم ده. فرقني هده بس. بقيت الاركام مش موجود فيه. يعني فرقني واحد مبصصه هتلاقي سهم كده. وهتلاقي هنا لو اخد لبالك هتلاقي في سن واحد صغير اوي مش باين كده في الحرف في الكورنر ده مش موجود. انا عايز ده يبقى فوق ده. فهلف. كده. كويس. حدا ما تزبط وبعدنا يقول نازل بس. كده مش مزبطه. اهي. قم نازل بس. خلاص? كده بس لازم يبقى المكان اللي ما فوق السن فوقيه السهم الصغير ده. ده كده الوضعات السهمة بس. لو حاولت بحطه باي شكل اتني من الاشكال. اه مش هرده يركب ولو ضغط عليه قوي هي اه السنين اللي في البروسوس هتكسب. بعد كده بقوم قفل دي. بعد كده اهم جاي بالدراع. قفله. كده كبت البروسوسر. بعد ان بركب البروسوسر اه نكب الرامات. اهم جاي بالرامة. اهم حططها. كويس? لو اخد لبالك ان البتاعة دي مش بوجودة في نص النسافة. يعني المسافة ديت اقل المسافة دي فالحتة ديت اوبرا هنا في فتحة كده لازم تيجي على الاختاء اللي هن. في هذه الوقت يا معطوطة. المسافة القصيرة ناحية المسافة الطويلة هن. والمسافة الطويلة ناحية المسافة القصيرة فكده لم نضع مش مزبوط. انت محتاج انك تلف ايه? تلف الرامع عشية تتركب. كده مزبوط. الناحية القصيرة ناحية ناحية القصيرة اه طويلة ناحية طويلة. فالمكان دي هيجي تحت اخوه الزبط فام حاططها مركبة. بعد كده بتربس عليها بقى بالايه? بالحاجات دي. انا انا بضغط اصلا انا بغطت جامل البتاعتين دولة بيقفلهم وانا بقى ايه? وانا شغال. يعني انا بضغط بعمل بس مع صوت كليكة كده صوت ضغطة صوت الضغط ده هو ان بتاع افن. طول ما بقى بقى اجي اعمل في البسسور كده ولما باجي اقفل دراع البسسور كده طول ما احنا ماشيين قلنا بتلاقي صوت الضغطات. نفس الموضوع. اقوم لففة. وقوم نزيل. كده ركمنا رمتين. بعد كده السير ملكم باوند اللي قلنا على المادة الحرارية اللي بنحطها على على البروسوس. بقوم ببعض وقت في شكل لحوقنا زمان كبه تتبع في الصوت علبة. ممكن تلاقي صوت علبة 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 عبوة يعني وتاخدها او في صوت ورقة اي صور. هنا بيحطها في صوت حوقنا. بتقوم بقى مندي البروسوسور الحوقنا دي كده. بس بتقوم هي مفروضة او انت بتقوم فائدها بصبعك على البتائها. وبعدين بتحط الهيتسينك بالمروحة. بتقوم قافل عليه بالايه بالمسامير بتاعت الهيتسينك وبتاعت المروحة. كويس. بعد كده تقوم جاي هنا بقى الكهرباء بتاع المروحة او ام وصلها هين. او ام عاملها اتجاهها كده. كده. وام حطا. الان سوف اضعه بالشكل الثاني فاولا اضعه بالشكل الثاني بعد اسم الماثر بورد ان ان اضع الماثر بورد و اضعه قلب الكيس لازم اضعه بالوضع صحيح اضع الدنيا تلف معي ومنزل الماثر بورد في مكانها بالزبط فوق الفتحات بتاعتي بعد كده بقون مدخل بقى المسامير حطت كل واحد في المصمار بتاعهم مربط بحيث ان الماثر بورد تتسبت تماما بكل المسامير المنطوب كده تاني خطوة يبقى اول خطوة حطينا البرساب لاي تاني خطوة احيان هاجبت دي كلها بنحطها في الكيسة طبعا حطينا البرساب لاي تاني خطوة حطينا الماثر بورد بمكونات كويس بعد كده بقى ان يجي على الخطوة اللي بعد كده وهي الكروت اول كارت بنحطه هو كارت الاي الان اي سي ده ضغطنا عليها نلاقي اوش ده شكله حلو ده كارت الاي كارت الاي شبكة ده كارت شبكة او ده شكله لو اي جزء او مكون مكونات ديت ده البشي اي اكس وان الكننكتور ده شكله لو نوصل النيت من هنا اللي بسموها تمام نحطه في الكابل بتاع النيت خلاص او جاي انا هنا وحطه ميثبته ميثبته زقه كده بس مع صوت تاكة بردو انا بزقه وبعدنا اقوم جاب المصمار بتاعه وميثبته به خلاص طبعا مكونش هاي الحاجات الحديد ديت الحتة الفاضي دي بقى مكانها حتة حديد كده بقومش هلاق وبعدنا الويرلس يعني ده عشان النيت ده عشان ايه النيت ابو سلك ده عشان النيت مندر السلك وبعدنا الفيديو عشان النيت بسلك التاني بقى ده بويرلس منقدر سلك وبعدنا الفيديو عدده بطول كارت الشاشة انه ممكن تفرج على كارت الشاشة الاول نشوف شكله اهو طبعا ممكن بحجم كبير اوي يعني ممكن تلاقيه اخذ الكسة كلها بيلف معنا اهو اهو ده مقربة ده ده كارت الشاشة بقى جاي معاه هيت سينك يعني كارت الشاشة نفسه بقاجاله مربح انه كارت الشاشة ده في قلبه بسسره في قلبه ومات اهو بقى كارت الشاشة ده حاجة يعني طيبا ممكنela الشاشة ماذjar بورد المرد ciekله NING وابدع غالي اه من الناس لمن وليس قلت بقى القولة الجهاز يعني فا من حاجات الدهات الطالية فالجهاز المز reach وقلت الحاجات البورد بشكل عام خلاص وده المكان اللي انت بيتسبيته فى وده объ paintIDE ON المكان انت هتثبت منه ايه اللي انت هتعمل منه ايه بعد كده الاسمى ايه اهو ده اللي هتوصل بالشاشة يعني اتصل بالشاشة بالفيديو بردو اللي احنا شاهدنا عندي. تقوم مطلع كارت الشاشة واقطعه بردو. كويس جدا وبعدين تقوم مثبته بالمصمار بتاعه. دي تاني خطوة ان احنا حطناك كروت. تالت رابع خطوة قصدي. دي كانت تالت خطوة دي رابع خطوة بقى. نحنا ناخد بقى الهارد ديسك. ونحطه في قلب المكان بتاعه. نحطه معدول طبعا. ده غير اللي كان في الفيديو اللي قبل كده كان فيديو قبل كده بيفك آآ الدرجة من الدرجة دي كان الدرجة دي بتتفك. كانت نعترفه بعضها بحيثنا يتفك. لأ ده ثابت. والمسامير منها من الجنب هناك المسامير كان من تحت. اي صورة من الصور دي مهما كانت الكسة بتاعتك يعني ايه? عادي بتوصل عادي. والمسامير منها حد تانية بردو وصبت. له اربع مسامير اتنين من احادي اتنين من احادي. ده كده اوكي. بتلاقي تلاتة من دول واحد اتنين تلاتة او اربعة يعني. ممكن تكون اي عدد. مهم بتشيل واحد منهم وبنحط بقى الاوبتيكال ايه? نفايز بتاعنا سواء كان دي في دي او ايه? او سي دي. طبعا ما حاطتنا دي في دي بحط مزبوط. بقوم دخل. بس بعد كده الايه? بعد كده الراجل هنا كمان حاطت لك فلوبي. مع ان ما حدش عاد بيشغله. ونقوم ايه? كده تمام. كده كمان حاطنا الايه? الحاجات اللي قدام حاطت لك. زي مش فتا. بعد كده الانترنال كيبلز بقى. نوصل الكيبلز. طبعا موضوع توصل الكيبلز ده موضوع. بنمسي الكيبل كيبل بقى من الكيبلز دي ووصل. اول حاجة بنوصل الكهربا بالماثربورد. ادي طلع من الباورس بلاي بقى وصل الكهربا. نحطه بقى على الماثربورد. بتنيني نلفه. ونشوف طبعا المشبيني اصلا هو بتحطي ازاي? من هنا يعني الصورة مش كاملة. مهم بتنيني نلفه معاه واشوفي لايه المكان بتاعه. ده المكان بتاعه هنا برضو. ده الكابل الساتة. ده الفلووي. واحد من دول بقى حطه بس بشكل معدول. بشكل سليم وخلاص. شوف القفلة ده وهنا الجزء التاني بتاعه فلازم نلفه. يعني يا حاجة بالمخ يعني بتبقى بالعين. انت بتحس ان هو محتوظ صحة ومحتوظ غلط. واهم معك زي ما قلت. ما تستخدمش العنف في انك تدخل اي حاجة غاز من عنها. بس بعد كده بنمسك بقى الداتا. كابلات الداتا. طبعا لو مراحز الشيفة دي هتلاقى فتحة هنا. فهتقوم لفيفا. ومدخلها. الطرف التاني هتقوم واخده موصله. بالايه? بالدي فيدي. طبعا لو مدخلها برده. الطرف التاني هتقوم وحطه. الطرف التاني هتقوم وضغط المرارة فاتي الجادة غلط ففي واحد حرج مكانه. نرجع نصلحها. انده هم فاك. لما ضغطنا غلط. خانو مراكبينه. معنا كده مدخلين الموضوع تماما. والدنيا زي ما احنا هنواجهه على الارض واقع. لو مراحز الفتحة دي هت معاه السن دهو. فلازم ان تقوم لفيفا كده. باعس يبقى ينفع ويدخله في قلبه بعض. كده وصلنا كيبورز ديت لانترنان. بعد كده بقولك بها توصل اكسترنان. بقولك انت قفلت الكسه دهوقتي لو عايز تحط ايه البانل بتاعتها اللوحة. ثم سحبها. ومقفل الكسه من ناحيتين. وحطت المسامير بتاعتك. اما هرب لك اقولك هتوصل الكابل بتاع الشاشة. لازم لما يزبط اهو. اهو. ومداخل ولاف الفق الايه? المسامير بتاعتي دي. الكيبورد. وانا بحط الكيبورد واخد لبالك في ده سن له. وقصده سن تاني. سيبك من الفتحات الكتير دي. شوف السن الفتحة دي هاته الطويلة. اه الكبيرة دي. بعمل لففها بحيس ان ان هم ينطبقوا على بعض. بيلاقي بتلاقي هو عاملك علامة كده شفة كده ناحية الايه? ناحية الموضوع ده. الموضوع دي تحرك. اه اه بتلاقي عاملك علامة كده فانت بتجيبها اه? العلامة دي في الجنب. نفس اتجاه دي. المهم يعني الاتنين ينطبقوا على بعض. ارجو ان يكون الناس متخلم على الموضوع يعلم والموضوع سعلي جدا. نفس الحكاية اللي عاملها هنا. دي لازم تكون في الجنب. فاهم لففها كده. وهم مدخل. اليو اس بي اهم حطوه اليو اس بي. النيت هم حط في الكابل بتاع النيت. تحت هم. الوائلس انتنة ده عشان النيت الوائلس. هم حطو اقوم داخل كده. مشاكل حضركم بتشوفوه شايفينه ده بيلف كده. غير التاني وبعدين الباور. نوصلها بقى عشان نحطه فقلب الكهربا. كده عندنا جهاز كامل. وصلنا كده وصلنا كمان الشاشة. ونوصل الكهربا ونلاقي الويندوز. بعد ما نزلنا نسخة الويندوز و الويندوز كمان بقى موجود معا. ازلنا كده كويس جدا انتعرفنا على موضوع ازاي نركب اه جهاز بالتفصيل المويل. حاجة حاجة قطعة قطعة من القطع ديها شفناها بتفصيل كويس او. نشوف ايه الصور بتعقد عدد صور. ممكن تكون بساعدة شوية. طبعا الفلاشة دي هتعبة انها تقيلة شوية. بتعمل مشاكل له كده. نشوف حتى الزيت اصلا برنامج التسجيل كتقيل فالاتنين ايه? تعبوا الجهاز. ايو نعم ريفرش بس عشان الجهاز يصحام من الدوخة اللي وفادي. كويس. بعد جاي نخش حسنا هو كمبوتر تاني. ونخش على الفلاشة دي تاني. ونخش بعين على. نخش على ايه? على الميديا. ومن الميديا نخش على. اه. ده السلاب اللي احنا قلنا عليه. عايز نقبل صورة اه. اه. ده شكل. اللي هو بتحط في ايه دك والطرف التاني بيتوصل بالارض. نال ايه? ده الانتيستاتيك والاستسرع. ده شكل المسموع. طبعا كلنا عارفين. مع ده المسمية نمشي بقى بالترتيب. ده عادة ايش كانوا نسمين مجمعه؟ ده شكل البروسيسور. مسامية. دي في دي. المروحة. كابل اليو اس بي. الفلوبي. الهار. المروحة. المزهر من بعيد. الكارت النت. اللوحة. بتاعت الكيسة. الكابل الي بيوصلنا الشاشة بالكيسة. الكيبولز بتاعت الداتا. الانتنة. السلك اللي بيوصل النت. بتاع الكيبورد. يعني كلها حاجات اظن ان احنا حفظنا اسامية وحفظنا اشكلها. كلها حاجات بقت معتادة طبعا دي الرمات وبعدين الكابل الساتة. وبعدين دي الحوقنا اللي احنا بنعمل بها وده كان ايه. الفيديو ده بترقاو كارت الشاشة. اظن كده بقى الموضوع كويس جدا. في هنا شوية حاجات ممكن نشوفها برضو. اظن كده بقى الموضوع كارت الشاشة. انا اريد ان نستفعز اشكال دي. في شكل الكيسة وهي متقفلة. في شكل الدي في دي. في شكل الكيسة تاني. شكل البروسيسور. شروف شكله ده سنونه. لو رجحنا هنا سنة في البروسيسور. هيبنك بقى الموضوع اللي انا بقول عليه بتاع. او. يعني ايه محتاجة. او. اللي انا بقول عليه بقى ايه. السن دهو مش موجود. واخد لبالك. يعني السن دهو دي كلها سنون في البروسيسور. حاجات كده حتة تطلع من البروسيسور. السن دهو مش موجود. وصدت لايه في فتحة مش موجود. تمام. فدهر البروسيسور بقى اتلاقي السهم. ايه المسلس لا بقول عليه. او. هما يجي تغرب بوسيسور. لا ما جاتش واضح. اه. موضوع محتاج اه سرعة. او. شكاين او بيجيبها من او. او. امين ما انت تلاقي خطة بالك ان السهم. واحنا منلف كان فيه سهم. او. كويس بعد كده شكل الدي في دي. بعد كده شكل الفلوبي. بعد كده شكل الهارت. بعد كده شكل الديت سينك. الحتة بقى اللي هي اللي تحت المدورة ديت هي اللي ايه بتلزق في قلب اللي ايه؟ المادة الحرارية. الحتة اللي هي الصفرة دي. شكل الماثر بورد. وهنا متركب فيها كل حاجة. شكل كابل النيت. نصدي كارت النيت. كارت الشبكة. شكل بورسابلاي. شكل الرامة. شكل الفيديو كارت. شكل الويرلس. بس. اظنك بس صعدنا اشكال حاجات كتير وشوفنا. شوية اه. ايه دي حتة اللي كنا فيها. اه شوفنا شوية ايه حاجات كويسة جدا. خلتنا متخيلين تماما. ازاي نجمع الكيس. شوفنا الراجل كده هو بيعملها. في فيديو قبل كده اسمه جمع جهازك ونفسك. اه شوفنا الراجل هو ازاي بيعملها. بييدو وشوفنا هنا. بالتفصيل الممل ازاي الموضوع بيحصل على الفلاشة. وظلنا كده الموضوع بقى ايه تخيله سهل جدا. طبقه او تجربته سهلة. اه ممكن اه يعني تحاول تبدأ تفكر مسامية بتاعتك وتبدأ تجرب في الكيسة. بس بحرص شديد لو حابب الموضوع او مهتم به. اه ممكن لو عندك بشكل في الجهاز حاجة بتعلق تبدأ تتعاود تفكرها وتركبها وتشوف ايه الموضوع. تكون خلفها عن الموضوع ده بشكل عام. اه طبعا ما نصحش اللي مالوش سابق تجربة خالص انه يبدأ يجرب. يعني لازم قدام حد. ولازم يبقى بحرص. ما يبقاش فيه عم. بس ايه يعني ايه اه دي دوقات انت لما بشوف الموضوع مرة اتنين وتعاتة او اربعة بتتخيل كل حاجة. مما بتجي تطبق بقى مبقاش قدامك حلقة جديدة مبقاش قدامك شكل جديد مبقاش قدامك حاجة محتاجة انك تتفكر فيه. لو حصل اه وجربته حصل مشكلة اسأل. مش شرط حصل مشكلة نجاس باز. يعني غالبا لو انت بتجرب ما بحسسش مساكل على فكرة غالبا منت جرب اللي هي المعتادة المقلوفة. مش واحد يجرب يقوم اه كسر حاجة يركب الرمج يكسرها يركب مبسسسه ليوتومه. لا. مش ده. انما من قصد واحد هو بشغال شغل عادي الحاجة ما بتقفهاش تلك فهو ما بتركبهاش. كويس. بس انا قصد يكون عندك شرف الفضول في نفس الوقت الحرص. يعني التوازن ما بين اتنين ده حاجة مهمة جدا. اللي هو واصق في نفسه وشايف ان هو فهم كويس اول موضوع. ومتخيل كل حاجة. وقدر يفتح الكيسة ويشوف الموضوع ويخص ده ويركب وقدر يتعلم اساسيات ومبادئ الصيانة عملي. اهلا وسائلا ان هو شاف كل حاجة عندنا على 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 الفيديوز اللي احنا بنعمل. لو اه شركك في حاجة معين ان ديت لا ده ممكن تحصل كسر. شوف بقى حد اه اكبر في السن مسلا حد له في التكنولوجيا شوية او له في الصيانة حد بقى حد فتح كيسة قبل كده. حد من العيلة كده يعني يبقى الموضوع ايه? يقعد معك ولا مرة تفكه الجهاز وتركبوه. او اه تفك اجزاء معينة وتزبطها او تعمله الصيانة طبعا تفتح الجهاز مليان تراب او تلاقيه في حاجات نديدة تنظفه. تشطبه ايه بتعمل حاجات متاكرة و تعمله بمادة مسلا كحولية المسلا الرامة بقى على طراب كفيفة ممكن تقوم جاب شيء اه منديلfiction ولكن مش ورق منديل اه وتقوم عطوه في المادة كتولية كون يك Brittney او حاجة او او و ايه متف probable ان الواجدية متفضلة كخير. اه وتقوم اه وتقوم مثل بيها المواطنة مية اجزاء التي تربها او ممكن بالايحة بيية الايه؟ البلاور اللي هو بيطلع هوا آآ قوى جدا ده بتوصل بالكهربا وبيطلع هوا بيبينضف الجهاز كله من التراب آآ بيطلع هوا مضغوط يعني وفي كده بتتحط برضه تنضف الجهاز ممكن تشام حالات وفي علب هوا علب هوا سبري هوا الاجانب بتبقى عندهم الاكاية ده تقوم مطلع لك البتاع نضف لك الجهاز بيبقى هوا مضغوط بمادة مطهر بيطلع بتنضف الجهاز في الثانية واحدة تلاقي الطلاب كله وتشاو تلاقي كيسة كاينها دغسات وكاينها رجعة جديدة كيسة والمزر بورد على وجه التحديد لو هستجرب الحاجات دي وتبدأ تتعلم سواء جهازك اهلا وسهلا لو الان او خايف او عاوز حد يبقى معاك يكون افضل برضه اه مش عايز حد يلوني على ان انا اه يعني شجعت الناس على انه يفتح كيس وكده لا بس انا مهم ان الواحد يكون عنده حد ادنى من ضغطه على تصريح الجهاز وضغطه على فاك المكاتجية لان الجهاز ده ممكن دي اغطى منك مثلا يكون عندك مشروع او شغل او وتكون مش عادة في حاجة مهمة حتى لو انت تسمي شغل قص يكون شغل في حاجة مهمة بالجهاز ياختى منك الساعة منين بالليل اغطى منك الفجر فهتجيب مني يصالحه وممكن تكون محتاجة قوي ممكن يكون عندك تسليم للحاجة دي الصبح ممكن تكون بتكتب حاجة حتى لو انت بتكتب حاجة على الورد حتى بتعمل مش شرط انك بتعمل مشروع اا 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 او بتخلص شغل بس انا قصدي ان ممكن يكون حاجة مهمة فتحتاج انك تصلح الجهاز بتصليح جدا تاني حاجة ان في جو من اجواء الاستغلال ان الناس بتستغل انك متعرفش حاجة في الجهاز وبتستغلك بتاخد منك فلوس كتير وهي ما عاملتش حاجة او عاملت حاجات بسطة جدا انت كان تقدر توفر المال ده لانك حق به اا بانك تعرف اساسيات اللي احنا قلنا عليه بس ارضه برضه ما يبقاش فيه حتة الايه العدم عدم الحذر والمغامر الواحد بقى اي ايه يجرب يوم فاكت كل حاجة مرة واحدة وما يعرفش ايه دي اه دي هتوضع الفين دي هتروح منين بس ايه ياخد الموضوع مرحلة 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 وبالراحة كده ويحاول وياريه تيبقى معاك حد عنده خلفية اكتر بس طبعا انت هتوفر اي وقت لانه مش هشرح لك انت هتقول له انا هشتغل ولو غلط في حاجة بقى اقول لديك كزا انت خلاص فا ارجو ان ده كله يصل دي كلها افكار اا اقتراحات يعني اا اا زبطها زي ما انت عايزه واشوف المناسب بالنسبة لك وابدأ بها وعدل فيها وطورها واشوف واااا يا رب كل الحلقة عجابتكم يا رب يكون فيها استفادة لحضرتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو منكم اعلى الله وصلاح الدعاء اا اا لمن كانوا قائمين على عزيد السلسلة لمن كانوا قائمين على عزيد السلسلة بكل خير ان شاء الله السلام عليكم وبركاته